إلى ذلك عبر عدد من المستهلكين عن أملهم بزيادة وتكثيف الرقابة خاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل لقطع الطريقة على أي زيادة مصطنعة في الأسعار هذا كاميرا اي تي في العدالة أيضا كانت في استطلاع أراء البعض إذا أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك متابع معا استطلاع الزميلين فهد الزائد وعيد الشماري أي فرصة التجارة شفونها سانها عشان يرفعونها سعر راح يرفعونها يعني لاحظوا الكمامات والكورونا تفعت بشكل مبالغ فيه نعم في ارتفاع عالمي بس مو بالشكل أو بالسعر اللي تفع عندنا في الكويت الأعياد القرقيعان رمضان هذه مشكلة طبعا زارة تجارة تحاول تحدم الموضوع هذا تطلع تفتيش لكن مستحيل المسألة مسألة ثقافة المستهلك المستهلك نفسه مدام عنده فلوس التاجر يقولك والله يدفع يرفع مالك شغل يدفع دام الناس تدفع التاجر ليش ما يرفع يرفع التمور عكيد راح ترتفع في رمضان كل شي راح يرتفع طبيعي في رمضان مو بيد وزارة تجارة ما قددش كل محل مستحيل برمضان وبالحضر تحديدا يتزيد وما في مراقبة ما في رقابة بالجميات قبل الأسواق الثانية نفس مثلا نذكر أسماء بشكل عام يعني يتزيد وبشكل واضح يعني الأسعار مرتفعة أساسا مرتفعة وفيه فرق بين الجمعية وجمعية وفيه فرق بين الجمعية والأسواق الشعبية أو الأسواق اللي موجودة في شويخ يعني راقبنا الأسعار لأن احنا مثلا انت قاعد توزع زكاة أو توزع صدقة أو انك قاعد تأخذ سلل غذائية ففيه ارتفاع كبير فيه فرق بينهم فيه فرق كبير وأسباب الارتفاع الأسعار وأنها ما في رقابة لو في رقابة شديدة على هالعالم ما كان فيها الارتفاع هذا وهالفرق اللي تشوفه زيادة وزيادة ممكن رح تصير تضارب فيها رح تصير المعيشة رح تصير غالي حيل غالي تمر غالي لبن غالي روب وغير 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 عن أمر قدائية بفضل مراقبة التجارة الصناعة بردية تشوف تدخل وتشوف الخطأ الموجود عشان المواطنين هم المساكلين اللي راح يقطون وراح يصمون وراح يتعبون فيها أما التجار هم المرتاحين طبيعي أن الأسعار ترتفع في المواسم زيادة ضغط الناس والعرض والطلب يؤدي لارتفاع الأسعار هذه نقطة نقطة ثانية أكيد التجار يستغلون أو أصحاب مراكز البيع الجملة يستغلون للوضع هذا فإن السلع اللي عندهم مثلا مرغوبة في الوقت هذا فرح ارتفع سعرها هذا في السوق العالمي كله لكن احنا هم نطالب من وزارة التجارة أن تضبط الأسعار إذا كان في الجمعيات أو في مراكز التسوق عشان المواطنين وعشان الواحد يقدر يستغل مثلا راتبة استغلال أمثل